التعريف العام بتاع الكمبيوتر ايه الدياغنوسيس انه هو الدياغنوسيس made by a radiologist who uses the output of a computer analysis of the images when making his or her interpretation يعني هم نكلم على الكمبيوتر ايه الدياغنوسيس ده انه هو استعمال الكمبيوتر يستعمل الدياغنوسيس كوسيلة مساعدة عند جانس الريديولوجيس Readyologist على تف RD من الدياغنوسيس ونعمل نوعين في الكمبيوتر ايه الدياغنوسيس December present detection الكمبيوتر ايه الدياغنوسيس كذلك دة ايه ودي ايه الدياغنوسيس إذا كنا تكلمنا عليه المحاضرة التي فاتت إذا كنا تكلمنا عن دياجنوستيكا الانتخابي مختلف عن الانتخابي لأن الانتخابي بتبقى عفل المنزل يعني من غير أي أعراض يعني عندهم فهم مش عارفين إذا كانوا عندهم حاجة أو لا بيتعمل عند السيتات اللي هم فوق 40 سنة كل سنة بحيث إنه هو إذا كان فيه حاجة مائد كلاسيكيشن أو حاجة زي كدا فهو بيساعد الدكتور إنه هو بيستخدر وينتقر الانتخابات في الخطاب والهدف الحقيقة إنه هو يخلي النساء أتفاق بفضل المنزل يعني لو كان فيه أي مكان ممكن يبقى احتمال يكون فيه كنسر هو بيحاول إنه يلاحظ ويقدر يطلعه بشكل سريع طبعا الميزة الكاد إي أكشن بيبقى السنسبتة عالية ويبقى الحقيقة مفروض هدفه انه هو بيلاحظ حاجات اماكن كتيرة موجودة في الصورة ممكن يبقى تبقى سبيشيس ويخلي الدكتور بعد كده يبص عليها يعني والنتيجة بتاعت الاثنين مع بعض اللي هو الاوكو بتاع الكمبيوتر والدكتور في الاخر بيتاخذ القرار او يتاخذ التشخيص بشكل يبقى احسن الكمبيوتر ايد دياجنوسيس بقى بنتكلم على ان احنا بنستعمله مع الكلينيكا ريديولوجي يعني مع السمتوماتيك سبجيكس يعني باسيكلي في ناس جايين عندهم ماس مثلا او عندهم شكوى معينة والشكوى دي بعد كده بتبقى انفستيجيتد كلينيكلي باستعمال الريديولوجي وبعد كده بنستعمل الكمبيوتر بعد كده عشان نحاول نشخص الحالات دي فهو في الحالات دي بقى الكمبيوتر ايد دياجنوسيك سيستم دوت بيساعد الريديولوجي عشان يقرر اذا كان الستي دي مفروض تعمل بايوبسي ولا لا يعني ايه يعني الوقتي لو كان الديسجن بتاعه ان الريديولوجي يبقى بيخليها تروح تعمل بايوبسي يعني تعمل تاخد عينة عشان تعمل لها تحليل عشان هو ده الجولد ستاندر بتاع التشخيص لو مكانش يبقى خلاص اهو شايف من خلال تشخيصه الشخصي بمساعدة الكمبيوتر ان الشكل الحالة نفسها بيناين او شكلها ان هي حميدة مش خبيثة يبقى معنى كده يعني بيخلي ست تعمل مثلا فول او اوب بعد سنة مثلا وما بقاش في مشكلة بعد كده يعني انها مش محتاجة تعمل بايوبسي طبعا لو احنا بنعمل يعني تشخيص يبقى لازم ندي الليجين الموجودة عندنا ده مالجننت او خبيثة يعني مش بس نقول نعم مالجننت لأ ده الكمبيوتر بيساعدنا ان هو يطلع علينا نسبة يعني الاحتمالية بتاعت الليجن دي مالجننت كام وهي حاجة صعبة الحقيقة ان دكتور يعملها لوحده لازم يبقى معايا الديتابيس بتاعت الحالات السابقة وحتى لو هو فاكر حتى الحالات دي صعب ان يطلع برسنتج زي الكمبيوتر ما بيقدر يعمل طبعا اهداف الكمبيوتر ايه الدييجنوسيس بتتمثل في حاجات اساسية جدا اول حاجة امبروفنج ريديولوجيس ده يعني ميجور زي ما احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت بكل الميجورز اللي احنا كنا حطناها اللي علاقة بالسنستيفيتي والسبيسيفيسيتي والنجاتيب بردكتيب فاليو فاصل بردكتيب فاليو الحاجات دي كلها اوكي فدي حاجة في غاية الهمية ان احنا يعني نحسنها باستعمال الكمبيوتر ايه الدييجنوسيسي الهدف التاني الحقيقة وده هدف برضو مهم جدا نحن نقلل من الانترا والانترا بريديولوجيسي يعني ايه الكلام ده يعني الريديولوجيسي نفسه هو بيبدأ يشتغل الصبح مثلا بحالات بيكون لسه جاي فراش وينتهي مثلا بعد سبعة او تمن ساعات في حالة تانية اوكي هل البرفومنس بتاعه في اول الشغل زي اخر الشغل بعد ما يكون قاعد يشتغل سبعة او تمن ساعات اكيد طبعا هو قاب بيبص على صور طول النهار اكيد بيبقى فيه فلوسط فريدو بريبيلتي في البرفومنس بتاعه حسب درجة نشاطه في اليوم دو او بيوجد فيه عندينها البريديولوجيسي تاعyi كل الريديولوجيسي ونفسه في اثناء اوقات مختلف فدي بنسميها紹فه في الانترا اوبزورور او انترا او ريديولوجيسي وانترا او ريديولوجيسي هل هما هيختلفوا مع بعض مع بعض في التشخيص ولا لا؟ طبعا حاجة متعارف عليها طبعا او كلنا عارفينها ان طبعا كل واحد من الريديولوجيز بيبع عنده نظام مختلف وبالتالي بيبع عنده مختلف وعشان كده الناس بتروح للدكتور معين عشان هو احسن من دكتور تاني فمعنى كده في عندنا الريديولوجيز بتاعتنا فما ندرش نضمن بالزبط النتيجة بتاعتنا هتطلع كام الا ازا كنا عارفين مين بالزبط اللي هيبص عليه فاحنا عايزين نقلل الريدي دي لان هي بتغير لنا التشخيص بتاع الحالة مع تغيير الريديولوجيز ودي حاجة طبعا مش محبذة خالص لما يكون فيه مساعدة للكمبيوتر ايد دياجنوز عشان تخلي دي تقال لي خالص اكيد هتبقى حاجة كويسة جدا حاجة مهمة جدا ان هي برضو ان الكمبيوتر ايد دياجنوز ده يعني فيه امل ان هو يحسن الريديولوجيز برودكتيفتي برودكتيفتي معناها ان هو كل واحد من الريديولوجيز دول يقدر يقرأ كام صورة في اليوم او يقدر يخلص يعمل الريبورت على كام صورة في اليوم طبعا احنا بنتكلم لو احنا بنعمل مسلا سكرينيين بروغرام مسلا بيكون عندنا حالات كتيرة جدا 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 وطبعا بتاخد وقت عشان تتقري عشان الريديولوجيز ده يقعد ويبص على الصورة كويس ويطلع منها التشخيص فطبعا لو هو فيه حاجة بتساعده يعني فيه كمبيوتر كمبيوتر سيستم بيساعده ان هو يطلع دياجنوز بشكل يعني دقيق وفي شكل سريع في نفس الوقت اكيد دي حاجة تحسن كتير اول بتاعت السيستم عمو وفي الريديولوجيز بشكل خاص حاجة تانية بس لسه يعني فيها كلام ودي حاجة لسه اعتقد انها في تشاريستيك شوية ثلاث ياتي حاجه دول انا في اعتقاضي ان هم موجودين دلوقتي حالا لو عندنا فيه سيستم فيه كمبيوتر ايه الدياجنوزتك كمبيوتر يبقى معنا كده بيكلم على ثلاث ياتيك طبعا ان يكونوا موجودين الحاجهات دي بقى اللي اللي بكلم عنها دلوقتي دي مش عارفين ازا كده هتدينا الحاجة دي ولا مش هتديها لنا لما بكلم علي رسالة تردد بها اتشاف لكي اتشاف لكن هذا هو مثل الانتشاف مصبع غير ناركاية اول أساسية الجنوية اصحاب او جونياتيك مصبع مصبع الانتشاف لانه دلوقتي ممكن ان اخذ الانتشاف الجين مصبع شخص معين وهو احتمال انه يقبله كثير من المية او انه ممكن ان احنا من الصور مثلا ممكن ان احنا بمكن ان احنا بمتابعة صورة قبل ما يحصل اي حاجة خالس ممكن ان اتوقع ان اداث في عام رده شيء سيجيبه الحتة دي بالذات اللي هو جزء ده بالذات لسه مواش كنفيرمد بس طبعا ده يبقى حاجة يعني يعتبره ان هي فيوتشر جول للكمبيوتر ايد دياجنوسيس دول دول اهداف آنية اهداف دلوقتي حالا موجودة انما ده يعتبر فيوتشر جول لسه ما وصلنا لوش ولسه اعتقد يعني لسه قدامه شوية عبما نوصله بس هو في غاية الاهمية لو قدرنا نوصله بنقدر نلخص المستعملة في الكمبيوتر ايد دياجنوسيس في البلوك دياجرام اللي احنا شايفين قدامنا دوت بيبتدي فوق خالص في البلوك دياجرام هنا بنتكلم على الصورة بتاع الصورة بتاع الماموغرافي اللي احنا نعملها تشخيص ده كان بيجي من نوعين من حاجتين يا اما من فيلم سكين فيلم ماموغراام او من دياجرام ماموغراف ده بيجيب لنا دياجرام ماموغرافي ده بيجيب لنا على طول الصورة جاهزة في ديجيتال فورم. ده كان ذمان موجود اكتر وهو ده كان الناس بتستعملوا طول الوقت وبعد كده كنا بنتطر عشان نقدر نحوله الكمبيوتر امج يعني حاجة موجودة في ديجتال دومين كنا بنتطر دخلو على فيلم ديجي تايزر ده دلوقتي ده دلوقتي ده دلوقتي بقى خلاص يعني خلاص هيبقى اوبسوليت قريب لانهو ده ب موظم السيستمات الجديدة دلوقتي او كل الناس بتشاري حاجة جديدة بتشاريها في الدجتال دومين دلوقتي على قطول مباشرة بقى صعب دلوقتي ان الناس تخزن افلام وصعب ان هي تتعامل مع افلام نتيجة طبعا الفاريبوليتي اللي ممكن تحصل فيها في التحميد بتاعها وفي الفيوورز بعضها في حاجة كثيرة حاجة ممكن تختلف فيها وانسب عندنا الصورة بقت موجودة بيبتدي يتحرك دلوقتي في التجاهين مختلفين حسب اذا كنا بنعمل كمبيتر ايدي دي تاكشن او كمبيتر ايدي دياجنوس لو كنا بنعمل كمبيتر ايدي دي تاكشن بييدنتفاي السيجنال او المكان اللي هو اللي ممكن يبقى فيه مشكلة عندنا في الصورة نفسها او بنعرف المكان اللي هو الاكساند بالبريست عم متى بنعمله سكانينج بطريقة ما سكانينج ده عبارة ان احنا بناخد حتة حتة من المامو جرام دوت وبنعمل حاجة اسمها فيتشر سيلكشن او فيتشر اكستراكشن وبعد كده بعد الفيتشر اكستراكشن دي عادة بنعمل جواها يعني منطلع مجموعة من الخصائص بتاعت الصورة ونعمل سيلكشن لاني جزء منهم اللي ممكن يكون ريليفنس للتشخيص وبعد كان دخلها على ستاتيسيكال كلاسيفاير اوكي علشان نقدر بعد كده نتعرف على اذا كان الحاجة دي فيها مشكلة الهدف من هنا من الستاتيسيكال كلاسيفيشن دوت ان احنا ندتكت ليجين تبقى سبيشيس يعني جزء معين من الصورة يبقى ديتكتد ان هو فيه حاجة محتاجة في الكوميتر ايدي دياجنوسيس بقى احنا قريدي عارفين الليجين لان احنا باسيك عارفين المكان اللي جاي اللي هو فيه سيمتم يعني لو واحدة ست جاي عندها ماس عارفين مكان الماس بوضوح يعني سهل جدا نعرفه من الصورة وبعد كده نعمل سيجمينتيشن للجزء اللي هو فيه الليجين دوت ونعمل مجموع من الخصاني من الجزء اللي هو فيه الليجين ونعمل بردو كلاسيفيكيشن عشان في الاخر نطلع بتشخيص او بنسبة يعني نسبة الدي ايه ان الليجين بتاعتني دي مالجننت يعني نطلع مثلا نسبة مالجننت مثلا 80% ولا 20% ده الحاجة اللي في الاخر بتاع الكمبيتر ايدي دياجنوسيس فده البلوك دياجرام الجانيرل بتاع كل انواع الكمبيتر ايدي دياجنوسيس ده مثال على الوزر انترفيس بتاع الكمبيتر ايدي دياجنوسيس زي ما كنت بقوله مش بيطلع بس الديسجن يعني هو هنا شايفين كده بيطلع لنا حاجة شكلها دي probably مثلا بلين فاايندين يعني بيطلع لنا تشخيص ممكن دكتور يبص عليه كده وممكن هو ده يساعده ان الكمبيتر شايف ان ده لايكلي ان يكون كده فممكن هو يساعده ان هو يبعارف الكلام ده بس هو مش بس بيعمل كده ده هو كمان بي ممكن هو يقارن الحاجة اللي هو شايفها دي بنفس الشكل مثلا في فيو تانية يعني مثلا بيكلم عن الميديو لاترال الابليك فيو اللي هو يعني ان هو من انواع التصوير اللي هو بيكلم على ان هو بيصور من الجنب كده يعني يصور اخذ صورة للبرست من الجنب او ممكن يعملها كرينيو كودل بالشكل ده هو بحيس يشوف تو فيوز لنفس الحاجة وشوف النسب بتاع اللايك اللي هو بتاعتهم تبقى كام وممكن يقارنهم مثلا ببعض الحالات التانية بفي عنده ريفرنس لايبري يعني قارن الحالة اللي هو شايفها دي بحالات تانية معروف الدياجنوزز بتاعها علشان يقدر يشوف اذا كان هي دي شبهها مثلا واحدة فيهم ولا مش شبهها ويوري كل واحدة من دول مثلا هنا في المثال دوت موري مثلا الحالة اللي هي مليجنب موريها بفريم احمر والحالة اللي هي البيناي موريها بفريم اخضر علشان يقدر ان هو يبص على الحالات ويقدر ان هو يقارن بين الحالات وبعض ويقدر ان هو يوصل برضو لتشخيص من عنده هو بمغرب بس ان يشوف الحالات دي ريلاتف لبعض طبعا يعني دايما الانسان زيما كنا بنكلم في الهومان فاكتورز انجينيرين اميل ان هو ياخد قرارات اصوب لما يكون بيعمل ريلاتف جوجمان مش ابسلوت جوجمان فلما بص على صورة كده انا بحاول اعمل ابسلوت جوجمان والمعلمات اللي ممكن تساعده ان هو لما يبص عليها او معلومات لما يبص عليها يقدر ان هو ياخد التشخيص بتاعه بشكل اضاقة او بشكل يعتبر يعني يعني فعلا بيبقى يعني واخد في اعتباره الهيستوري بتاع الحالات التانية واخد في اعتباره حاجات صعبة جدا الدكتور يكون فاكرها من الاكسبرتيز بتاعه اللي هو عنده قبل كده فممكن يطلع علينا حاجه بنسميع نسب محددة للايكليهود ممكن يطلع علينا بكتوريال اوبوت يعني بتكلم علي صور والصور دي بنقاريرها ببعض وممكن يطلع علي جرافيك الاوبوت كمان يعني ياخد مثلا فيتشار معينة ويقارن مثلا الحالات الماليجننت بالحالات البيناين ويوري الحالة بتاعتنا فين فيهم بحيس ان هو يقدر برضو ياخد قرار يعني هي اعرب لقاني واحدة في الحالات اللي موجودة دي فطبعا دي حاجات يعني مهم جدا طبعا احنا يبقى عندنا اشكال مختلفة للمساعدة من شكل واحد والاشكال المختلفة دي الدكتور بيستعملهم علشان في الاخر يوصل لدياجنوس بشكل اضاق دي امثلة للكلينيكال ستاديز علشان الكمبيتر ايدي التاكشن طبعا بيبقى ربورتت فيها الحقيقة يعني لو بيتكلم مسلا على ستادي محددة هنأتكلم مسلا اول ستادي اللي هي دي هنا مسلا بيربورت السنسيبيتي والسبيسيفيسيتي بتاعت الصورة بتاعت الدياجنوسي بتاعت كاد ايد سيستم الون ويقول number of cases كان يعني باسيكلا او انا مسلا عمل توتل number of cases و number of cancer يعني هنا ستين وتلاتين معناها ان انا عندي ستين حالة منهم تلاتين كانوا كانسر بقارن السيستم بتاعي ده بريدرز يعني اطباء او ريديولوجيست عاديين بيقروا الصور هنا حاطط 15 واحد بيكلم على area under curve واحدة من diagnostic performance measures اللي انا شفناها لما يكون الريدرز بقعنا unaided يعني محدش ساعدهم يعني computer aided diagnosis او computer aided detection system ما ساعدهمش بيدونا area under curve point nine four لما بيبقوا كمبيتر ساعدهم بيدينا مثلا point nine seven اوكي فمعنا كده بنتكلم على اللي احنا الوقت حسننا ال performance بتاعنا لان انا فاكرين computer aided diagnosis او في الميجرز بتاع ال performance عموما كل ما كان area under curve area under roc curve اللي احنا فاكرين من المحاضرة اللي فاتت هي كل ما علي كل ما كان ال performance احسن كل ما كان ال diagnostic performance تاعي بقى احسن وال specificity يعني هنا كان 81% بقى 93% هنا كان 96% بقى 97% طبعا ممتازة جدا جدا فطبعا واضح ان فيه تحسن في الايه تحسن في لما بحط ال readers بتوعي وحط معهم الكمبيوتر ليساعدهم عشان ياخدوا التشخيص بتاعه اتكلم برضو على حالات كتيرة ممكن يبقى فيها عندنا studies كتيرة الحقيقة وكل واحدة فيها الحقيقة ممكن نبص نلاقي فيها measures مختلفة عن measures ثانية فطبعا دي حاجة مهمة جدا طبعا ان احنا نبص على studies زي كده عشان نقدر نقيم يعني ازاي ان احنا نتعرف على قيمة computer aided detection او computer aided diagnosis في particular application من ال applications طاعتنا يعني احنا دوقتي لو عملنا system حالا لازم نعمله studies زي كده عشان نثبت ان هو فعلا لوحده يعني بيعمل قدية نسبة idades perfumesure يعني بيعمل medida الى diagnostic performance وهذا وعود ذلك الى readers Sister Red це الواحدهم يدوني diagnostic performance وعندما كذا drill down of the School Detail jeg car Michaels برضو مشابهة في الكمبيوتر ايدد دااغنوسس اهنا بلكده كنا متكلم عن الكمبيوتر ايد داكشن فبنتكلم برضو على ان انا لما بكلم على ال cad x stand alone performance area under curve تاعتهم 0.86 لما بيكون عندي readers الايدد area under curve تاعتهم 0.83 لما بحط الاثنين مع بعض بقى اللي هو ايدد readers ايدد يعني readers بمساعدة الكمبيوتر ايدد بوصل لحاجه احسن من الاثنين مش بوصل للمكسموم بتاع الاثنين يعني عندي هنا 0.83 و 0.86 مش بوصل ل 0.86 بس لا بوصل ل 0.88 يعني هما الاثنين مع بعض ويطلعون ال performance احسن من واحد يوم على حياته اوكي فبعض الحالات ممكن بتكلم مثلا على masses هلاقي هنا مثلا 0.92 هنا 0.92 هما الاثنين زي بعض اوكي ال performance بتاعهم مع بعض 0.96 طبعا حاجه ممتازه جدا برضو يعني تفرق كتير جدا معنا الحقيقة لو بكلم على مثلا هنا mass برضو 0.95 0.66 0.81 دي يعني تعتبر برضو الى حد ما انا هنا طبعا واضح ان هنا احسن لي شوية بس طبعا في الاخر الطبيب هو اللي بياخد ال decision فانا دلوقتي نقلت الطبيب من 0.66 0.81 دي فرق كبير جدا اوكي هنلاقي عموما ان احنا وبصينا على الحاجات الموجودة عندنا هنا اللي هي readers unaided و readers aided هنلاقي فرق واضح جدا و هنلاقي فعلا ان احنا ال computer a diagnostic system بتاعنا بيعمل فرق واضح في ال ايه في ال diagnosis بتاع ال الاطباء بحيث ان هما يوصلوا بشكل ادق بحيث ان area under curve بتاعتهم تبقى احسن بكتير اوكي طبعا بيقى فيه measure of confidence طبعا للتغيير دوت وده طبعا بيبقى باين طبعا ان هما طبعا كلهم بيبقى فيه confidence في التغيير دوت ما بيقاش حاجة كده عارضة يعني ده واحد برضه من الادلة ان الاستعمال بتاع computer a diagnostic system مع الطبيب بيفرق جدا جدا مع الطبيب في ان هو يطلع diagnosis احسن احد البرامتر مهمة جدا في computer a diagnosis هو pixel size بتاعتي بكام طبعا ال quality of the legend image عموما وال effect of the performance of computer a diagnosis لو انا مدخل صورة resolution بتاعتها وحشة ما توقعش ان الريدر بتاعي هيقدر يقرأها بشكل سليم لو انا مدخل صورة resolution بتاعتها عالية وتقدر تبين كل التفاصيل اللي موجودة يبقى معنا كده توقع ان ال performance بتاع computer a diagnosis هيبقى احسن فاحنا عندنا طبعا زي ما احنا شفنا فيه عندنا two image sources موجودين للكاد يا اما digitized film mammogram يا اما full field digital mammogram فطبعا ال full field digital mammogram دوت بيبقى already بيطلعنا digital image زي ما احنا شفنا وابقى resolution بتاعتها already عالية بتكلم على حاجات مثلا في حدود 50 microns مثلا حاجة في الحدود دي فطبعا تبقى resolution عالية جدا يعني فبيطلعني مثلا صورة مثلا خمس تلاف خمس تلاف صورة ممتازة جدا كلات بقيتها عالية جدا وطبعا بحتاج لها monitor مخصوص عشان اقدر ابص عليها بشكل يعني اسمح لي ان اشوف كل التفاصيل اللي موجودة دي ال digitized film mammogram كاي حاجة بعمل لها digitization انا ممكن احدد ال digitization ده بيتم برزورشن قد ايه فطبعا مهم جدا ان انا وانا بحدد او انا بعمل ال digitization ده احدد ال pixel size بتاعتي بحيث ان اتكون عاملة زي full field digital mammogram يعني لازم انا اخلي pixel size بتاعتي بترينج من من 50 ل 100 microns ما زودهاش عن كده عشان ابقى في نفس ال resolution بتاعت ال full field digital mammogram عموما يعني ال conclusion اللي هي واحدة من الحاجات اللي الناس لحظتها ان ال pixel size بتبقى عاداتا مهمة جدا في الميكرو كالسيفيكيشن بس ما هيش بالاهمية دي في الماسز الماسز طبعا بتبقى حجمها كبير فبيبقى شكلها واضح فانا محتاج ال resolution عالية دي عشان اقدر اتكتل الميكرو كالسيفيكيشن اكتر شوية فدي طبعا واحدة من الحاجات اللي ناخدها في اعتبارنا عشان برضو ممكن احنا نلاقي مثلا في data basis موجودة في ال كرسورس موجودة على الانترنت ممكن احنا نستعملها مثلا في research واللاقي ال resolution بتاعتها ماش كفاية اللي هي مثلا الف في الف ما هيش مثلا خمسة الاف خمسة الاف وساعتها بنقدر احنا نعمل مثلا برامج تشخصنا ماسز بس ما ندرش نعمل برامج تشخصنا ميكرو كالسيفيكيشن عشان بنعمل ميكرو كالسيفيكيشن بشكل دقيق يبقى لازم نستعمل الصور اللي هي مثلا خمسة الاف خمسة الاف فانا هم تجعين resolution عالية كفاية هم تحفظت للميكرو كالسيفيكيشن عشان الاف خمسة الكاد كنا이라قصة ال ابدا كدا الروسي IS أن اجدنا ان احنا ناعدا ناعدا بيها البرفوفورمانس وناقدر نقارن بيها 2 اitié hand malicious mission 2 اكتبت او 2 اخر اكتبات وقنا اعتبرنا الarea under curve ما يعني كنت ان N Santi ن vakل声 كنا نقام الماس وكنا شوفنا في ال就會 اnde احد النجح ان كل الناس يتبص على A-I area under curve عشان تقدر تقارن راديولوجيس الوحديهم و راديولوجيس الوحديهم فدلوقتي لو احنا فاكرين الROC كان عبارة عن true positive يعني الناحية التانية false positive او ممكن ناخد هنا sensitivity على واحد ماقص specificity فكل احوال curve يطلع لنا بالشكل ده كده موافوض ان هو دايما بيطلع اعلى من Y يتساوي X يعني الخط اللي هو اللي ماشي دياجونال كده لازم كل الكيرفات تطلع اعلى منه لما لجي نقيم كيرفين زي كده اكشوالي تو كيرفز دوله هي من نفس الاريا بالزبط بس الواضح ان واحد فيهم هنا اللي هو الكيرف الازرق ده له sensitivity اعلى في الجزء اللي هنا دوت الجزء اللي هو هنا ده يعني بابص على sensitivity هنا اعلى يعني هو احسن لما يكون sensitivity بتاعتي عالية والكيرف تاني الاحمر ده لما يكون interested في عكس كده لما بيكلم بقى على ال specificity عالية لان هنا زي ما كنتم بقوله فولد باستب يبقى واحد مع ال specificity فمعنى كده لكل ما انا قربت هنا كده كل ما قربت هنا كده كل ما قربت من الصفر كل ما قربت ال specificity بقى تبقى واحد فتبقى ممتازة فالكيرف الازرق ده بفضله رغم ان هما الاثنين نفس الحاجة يعني الاثنين نقليري اندر كيرف تاعتهم واحدة لان ده بفضله اللي هو كيرف الازرق ده بفضله لما يكون عاوز اخلي السيسم بتاعي يبقى sensitivity بتاعته عالية وبفضل الكيرف التاني ده لما يكون عاوز السيسم بتاعي ال specificity بتاعته عالية فعشان كده الحقيقى لما لقينا ان الاثنين مختلفين عن بعض زي كده وليهم نفس area under curve فالناس فكرت ان هي تعمل حاجة مختلفة شوية او measure مختلف او measure زيادة علشان نقدر ندتكت مثلا لو انا interest في sensitivity عالية يبقى فيه measure احسن من area under curve يديني indication اني واحد من الاثنين دول احسن ففكروا في حاجة اسمها Partial Area Under Curve أو Partial Area Under R-O-C P-A-U-C Partial A-U-C Aware Under Curve فهو بيعمل ليه بالزبط؟ بياخد نسبة معينة من هنا كده يعني باخد مثلا 90% وبشوف فوق 90% الarea under curve بقى فوق 90% بكامل فهلاقي مثلا الكرف الازرق ده Area Under Curve بتاعته عبارة عن الarea كبيرة خالص دي الarea اللي هي الحمره اللي هي في النص دي واضح ان هي اعلم الarea اللي هي الـ Inclosed Under الكرف اللي اللونه ازرق فهلاقي في Partial Area Under Curve اللي بسميه هنا Point Nine Area Under Curve يعني Area Under Curve Above Point Nine بلاقي عندي فعلا السيسم الازرق ده هيبقى superior رغم ان الarea under curve هي Total Area Under Curve بتاعته هتبقى متساوية طبعا الكلام ده منطقي ليه؟ لان انا عادة انا ما بتكلم عن ان انا بعمل Cat System انا بتكلم عن ال Cat System ده له Particular Specificity و Particular Sensitivity فانا فعلا انا بتكلم على ان ال Operating Point بتاعته هي عبارة عن نقطة هنا نقطة واحدة ما هوش كيرف كله فمعنى كده لو انا حاطت السنسيفتي بتاعتي هنا يبقى معنى كده انا مهتم اكشوري فعلا انا اعرف ان انا هنا احسن من هنا فدي حاجة مهمة جدا من الان انا بصع على Partial Area Under Curve في السنسيفتي العالية هي Above Point Nine عشان زي ما كنتم بقول تاني هو ده بيبقى ممكن True Positive او بيعبر عن السنسيفتي ممكن نحط هنا السنسيفتي ففعليا انا هنا قارنت في رينجي اللي فيه السنسيفتي عالية انا واحد فيه ممكن يكون سبيري عنها تاني فدي حاجة مهمة جدا برضو مختلف شوية صغيرين عن اللي احنا شفناه في المحاضرة اللي فاتت بتاعة ومختلف شوية حتى عن اللي احنا شفناه في البيبرز اللي انا كنا نتكلم عليها بس فعلا ممكن يبقى يعني Logical لو احنا بنفكر نقارن من حيث ان انا واحد فيهم انسب ان هو يشتغل في السنسيفتي عالية الـ Operation ممكن نبص عليه دلوقتي ان هو نقدر نحطه كpre-screening قبل ما الدكتور يقعد يشتغل الحالة اصلا فبسكي بنكلم علي As the performance of CAD-E schemes has improved The number of false detections has decreased While the sensitivity has improved or remained the same يعني بنكلم دلوقتي ان احنا حسنا في الـ specificity والـ sensitivity فضلت علي زي ما هي فدي حاجة ممتازة جدا جدا فمعنى كده ان احنا بنكلم علي ان الـ performance بتاع clinical CAD-E system أو computer-aided detection systems is now at the point where it may be possible to use CAD-E as a pre-screener for screening mammograms يعني دلوقتي اخلي ان الدكتور دلوقتي بدلا ما هو يبص على الصورة مباشرة وبعد كده يعرضه على الـ computer-aided detection ويقارن او يفكر يشوف ايه الحاجة اللي هو فكر فيها versus الحاجة اللي الـ computer فكر فيها لا احنا ممكن actually ان الـ computer يشتغل الاول يعني before the cases are reviewed by the radiologist a computer-aided detection scheme is run and cases without any detections are considered normal and not read by the radiologist يعني بمعنى ان هو لو computer-aided detection ملقاش حاجة لا ملقاش حاجة suspicious خلاص الصورة الحالة تبقى خلصت خلاص انما الحالة اللي فيها حاجة suspicious هي بس اللي بتطارد على الـ radiologist اوكي فطبعا الـ goal هنا ان احنا to reduce the radiologist workload لما احنا كنا منتكلم قبل كده واحدة من الثلاث الثلاث اهداف الرئيسية بتاعت الـ computer-aided diagnosis نحنا نقلل الـ workload فهو فعليا بيعمل الكلام ده فالحالات دي basic الحالات السهلة basically will be pre-screened او يعني pre-screened out easy cases يعني معنى ان احنا نتكلم عن ان احنا هنخرج الحالات السهلة الـ computer-aided detection بتاعنا يقدر يطلعها وخاص وتبقى انتهت كده محتاجش ان احنا نقراها فطبعا يبقى احنا كده قال لنا عدد الحالات اللي الدكتور محتاج ان هو يقعد يبص عليه هي مشكلة بقى هنا افتيجي في ايه بقى قدر وقتي خليت الـ computer-aided detection system بتاعي يشلي كل الحالات اللي هي سهلة اللي هيفضل ايه حالات كلها صعبة حالات كلها صعبة معناها ايه؟ معناها فيها حاجات محتاجة ان الدكتور يدقق فيها قوي عشان يحاول يوصل لـ diagnosis لانها حاجات حاجات بتبقى very suspicious يعني بمعنى ان هي ممكن تاخد يعني حاجة normal او حاجة benign او حاجة malignant فمحتاج ان هو يدقق فيها جامد اوي عشان يقدر ياخد القرار مزبوط فالمشكلة بقى هنا في ايه بقى ان الحالات اللي رايحة للـ radiologist بدل ما كان في حالات سهلة او حاجات صعبة فهو بيستريح فعليهم في الحالات السهلة ويعني بيبقى الحالات الصعبة بيبقى بيرجع تاني يعني يتعف ان هو يدقق فيها زيادة دلوقتي بقى كل الحالات صعبة فمعنى ان كل الحالات صعبة معنى كده ان الـ radiologist يبقى فعلا ممكن يتعف برضو اكتر لان هو دلوقتي بدل ما انا كنت بقى حمله لود في كل الصورة بيتغير مع كل الصورة يعني الصورة السهلة بتبقى اللود بتاعها خفيف والصورة الصعبة اللود بتاعها كبير دلوقتي بقى اللود كبير فدي طبعا حاجة بتصعب الدنيا شوية لكن الناس بتفكر في حلول بحيث ان الكلام ده برضو يقل شوية يعني برضو يبقى فيه مساعدة من computer aid detection system برضو علشان يحاول يقلل شوية اللود الي على الطبيب الكلام ده نتكلم عليه في السلايد الجاية انه هو ازاي ان انا بقى اشتغل بال computer aid detection انه هو second reader يعني كنه reader قعد مع الدكتور وهما الاثنين يتنعشوا مع بعض في الحالة دي في الحقيقة computer aid detection عادة بيستعمل دلوقتي ك second reader يعني ريديولوجيز بيقرى الصورة لوحده خالص من غير ما يكون فيه computer aid detection system خالص موجود وبعد كده computer aid detection بيشتغل ويطلق بعد كده بتعرض عالدكتور ويقرى بعد كده الصورة تاني بمعرفة او بعد معرفة findings فعالة computer aid detection system يعني دلوقتي انا اكني كده بكلم على مثلا اكني بشرح او بحل مسألة اوكي هحاول احل المسألة الوحدي وبعد كده عندي computer مثلا ممكن ان هو برضو اديله المسألة دي وهيحل المسألة برضو هو كمان وبعد كده اقارن الحل بتاعي بالحل بتاعه وبص على المسألة تاني عشان احلها تاني بشكل مختلف اوكي فطبعا لو انا بتكلم عليها كده انا كده فعالة لما بحل المسألة او لما ببص على الصورة بعد معرفة finding computer aid detection اللي هو second reader بتاعي انا كده بقى reevaluate first impression بتاعي عن الصورة وممكن تطلع diagnosis احزة زي ما احنا شفنا في النتائج اللي احنا شفناها من ال papers اللي اتعرضت لل performance plan الحقيقة ده طبعا ده حاجة كويسة وكل حاجة بس الحقيقة زي ما احنا شايفين كده عندنا radiologist بتاعنا بيقرى الصورة مرة في الاول ومرة في الاخر اوكي فطبعا كده ده مجود كبير على radiologist ما هيش حاجة سهلة يعني ده وقت الافورت اللي خليت ال radiologist يعملو بقى almost double يعني بقى بقى بيقرى الصورة عايزة ما بقراها وبعد كده بقراها مرة تانية بعد ما يكون ارى التقرير بتاع computer aid detection system ال alternative اللي هو ممكن لطيف قوي اللي هو concurrent reading هو basically ان انا اخلي computer aid detection system as the first reader and the radiologist هو second reader اللي هو verify بس يعني accept or reject the findings بتاعي ايه بتاع يعني ايه يعني انا هخلي دلوقتي computer aid detection بتاعي يبص على الصورة كلها ويلاقي كل الاماكن وخلي الدكتور بعد كده يبص على كل الاماكن اللي هو طلعها دي ويقرر اذا كان المكان ده فعلا suspicious ولا لا طبعا اكيد ابسط بكتير جدا ان انا اعمل اراية للصورة كلها ولقي كل الاماكن اللي ممكن يبقى فيه احتمال يبقى فيها حاجة وهكذا ده كده بيبقى فعلا بالنسبة لي اكنه بيعمل filtering كده كل الحاجات اللي ممكن تبقى سهلا ان هو يعني دكتور مش محتاج يبص عليها وحط له الاماكن اللي هي شكلها ان ممكن تبقى محتاجة ال input بتاعه عشان ياخد فيها قرار ويبتدي منها بعد كده هو يشتغل الشغل بتاعه فكذا ما كده اقللت اللوب بتاعه بشكل جامل بس طبعا عشان الكلام ده يبقى very effective لازم sensitivity بتاعتنا بتاعت السيسم بتاع ال computer aid detection لازم تبقى very high ليه بقى لان انا ما ينفعش ان انا اعمل filtration الجزء كبير من الصورة اقول ان ده ما فيه مشكلة واقول ان الجزء دوت يعتبر هو ده اللي هو فيه اا يعني ممكن يبقى احتمال فيه lesions مثلا تبقى يعني suspicious يعني عشان ما اعملش لازم يبقى sensitivity بتاعتي عالية جدا يعني ممكن ان انا اقبل specificity بتاعتي يبقى ما هياش عالية يعني بمعنى يبقى فيه false positives كتيره بس sensitivity لازم تبقى انا متأكد مائة في المية ان كل true positives انا جبتها اوكي فدي حاجة مهمة جدا والحقيقة لما احنا منبص على حاجة كابليكيشن محدد يعني على وهو واحدة من الحاجات الاساسية اللي احنا منبص عليها في السكرينينج ريديولوجي او في السكرين بتاع الماموغرافي السنسيفيتي بتبقى حوالي 98% فهي بتبقى امتازة جدا يعني فعلا تسمح لينا ان احنا نعمل الكلام ده ده تفكرنا بالحاجة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي احنا فاكرين حاجة اسمها السينجل نيجاتيب اوت لما كنا متكلم على ان احنا اللي احنا عندنا السنسيفيتي بقيتنا عالية جدا 98% واطور عالية جدا طبعا فمعنى كده لو انا طلعت الليجين او طلعت جزء مهم من الصور انه هو نيجاتيب بيبقى مور لأيكلي انها تكون فعلا نيجاتيب فعشان كده احنا نعتبر ان السيسم بتاع الكمبيوتر ايدي تاكشن اللي بالشكل ده كده بعتبر انه هو قريب اوي او جود افروكسيمياشن للايديال سينجل نيجاتيب اوت طبعا اد this level of performance it is conceivable that الكمبيوتر ايدي تاكشن كو بي the first reader which is sometimes referred as concurrent reading يعني بتكلم على ان انا actually يعني بخلي الكمبيوتر ايدي تاكشن هو اكين للفرس ريدر مش الريديولوجست وطبعا بنلاقي ان الكاد اي for example في الكلستر ميك كلاسيطيكيشن بيدرقيها at very high rate يعني لو قارنا الاراية بتاعت الدكتور دكتور هايشان يبص على الميك كلاسيطيكيشن بيبص على الصورة بال very high resolution بتاعتها بال highest resolution ويفضل يداء فيها لو احنا كنا بنتكلم على ايام الفيلم كان الدكتور بيقعد قدام الصورة ومعاه يعني نظارة مكبرة او معاه يعني magnifying glasses كده بحيث ان هو يقدر ان هو يشوف الاماكن دي بشكل يعني resolution عالية جدا فعشان يمشي على الصورة كلها بالشكل ده كده بتاخد منه وسائعة ممكن ولا حاجة فبنتكلم على ان احنا الكمبيوتر طبعا يقدر اعمل الكلام ده بشكل much faster وبيطالع طبعا زي ما احنا شايفين كده السنسيف بتاعتنا عالية جدا فطبعا بيبقى حاجة ممتازة جدا احنا نستعمله بحيث ان هو يخلي بتاع السيستم بتاعنا اعلى بكتير يخلي البرفومانس او البرودكتيفتي بتاعت الريدينج بتبقى اعلى بكتير جدا من غير يعني مقارنة من غير الكمبيوتر ايدي ديتكشن ها فيه طريعة اخرى ممكن استعمل بية كمبيوتر إلى الراديولوجست او الياه مع تلقي حاجة بنا الارديولوجيس لا اذا اخليه هو يمارك الساسبيشيس الارياز على صفت كابي ديس بلاي ولو الاريا دي كانت ادنتفى بالكمبيوتر الكمبيوتر بيطلع اللايكليود بمعنى ان هو بيعمل بس الدكتور بيقعد هو كمان يبص وبيحدد الارياز اللي هو شايفة انها ساسبيشيس يعني احتمل يبقى فيها حاجة لو تطبقت الارياز دي مع الارياز اللي هو كان الكمبيوتر طلعها يبقى كده احنا بنكلم على ان يعني كان حسين المنطقة دي ساسبيشيس فهو يقدر يطلع النسبة بقى بتاعة الاحتمالية او نسبة الاحتمال ان يكون في هنا كانسر فعلا يقدر ان هو يطلعها ويقدر يبريزنت طبعا الانفورميشن دي ممكن استعملها بالنسبة للريديولوجيس في طريقتين لو احنا اعتبرنا الكمبيوتر اي دي تكشن سكيم بتاعنا عنده هاي نيجيتب بريديكتيف فاليو نيجيتب بريديكتيف فاليو معنى انا للوقتي بتكلم ان انا يعني اقدر ان انا ان الاريا دي مفيهاش حاجه بشكل بشكل يعني يعني فيه كونفدنس عالي او لو انا قلت انها نيجيتب بتبقى فعلا الريليبيوتر فيها عالية يبقى معنى كده لو انا قلت ان دي لها لايكلي هود والكمبيوتر برضو ما تطلعهاش ان هي ساسبيشيس يبقى معنى كده ممكن نتكلم على ان الاريا دي يعني اقدر ابقى متطمن ان انا الاريا بتاعت دي مفيهاش مشكلة اوكي يعني بمعنى ان انا دلوقتي لو او في اختلاف بين الدكتور وبين الكمبيوتر وبين الكمبيوتر ايدي سيستم وكان الكمبيوتر ايدي سيستم بتاعي عندو فيري هاي ناجاتي بريدكتيب او ريليبيوتر بتاعته لما يقولوا ان دي بتبقى ريليبيوتر PAD فعلا قوية او يعني فعلا قرار بتاعي ان هو طلعه ناجاتيب ده مش يعني يعني كونفدنس في عالي. اوكي يبقى معنى كدا ممكن اعتبر اكشوالي ان الرييجين دي فعلا ما فيهاش لينا بشكل ديف estado فى اذا انا اجدت مستقول الكمبيوتر بايح Derby Detection Scheme بتاعي س Deep Def rester عنده م discount ولو الاريه بتاع دي observed دي لديه يعني هو اختار ايريه واقد ان كان شايف نها High likelihood of malignancy هو شايف ان هذه الاريه دي الكمبيوتر اللي انها برضو متطبقة مع قرار بتاعه ان في ها مشكله يبقى معنى كده بيبقى فيه فعلا هاي بروبيبيلتي ان الاريا دي فعلا بيبقى فيها كانسر يعني بمعنى احنا ممكن نستعمل الموضوعه ده بطريقتين لو انا الاريا اللي الدكتور حددها طالع ان هي مش متحددة لو الكمبيوتر ما شاهدهاش الكمبيوتر ايد دياغنوستيك سيستم بتاعي ما حددهاش او اللي حددها بس فيري لايكليهود بعتبر ان هي فعلا في الاخر ما فيهاش كانسر لو انا الكمبيوتر ايد دي تاكشن وكانت الاريا اللي حددتها دكتور متطبقة مع اريا كان الكمبيوتر مطلعها ومطلع لها انها يبقى فيها ماليجنانسي يبقى اقدر بكونفيدنس نقول ان فيها كانسر فطبعا انا كده خليت القرار بتاعي يبقى مدعم من الكمبيوتر للايه للريديولوجيز بشكل خليني ان انا اميل واحد من التو دايجنوسيز بشكل يكون فيه اعلى شوية طبعا حقيقا في الواقع احنا لقينا ان الريسورشز اقدر يوصلوا ان الكمبيوتر اي دي تكشن سيسم يبقى عندهم فيه بان احنا نخلي الكمبيوتر اي دي تكشن سكيم يشتغل بلو فولس دي تكشن يعني حوالي 10 في منية فبالشكل ده الحقيقى لقينا ان الكمبيوتر اي دي تكشن ده بيبقى معنى كده بنتكلم على ان يعني الاستعمال بتاعه في الحالة دي بيبقى بنتكلم على الجزء ده كده ان لو تطابق الجزء اللي احنا يعني اعمل لها له سيليكشن مع الجزء اللي الكمبيوتر شايف ان فيه مشكلة ساعتها بقدر على طول ان انا اقول ان الجزء ده فيه مشكلة مغير ما انا احتاج ان انا اعمل اي فيرذر تاستين او اي فيرذر اناليسيز الصورة فده طبعا جزء مهم قوي وده الحقيقة بيبقى عادة لما بتكلم على ان الاثنين مع بعض يعني قرار بتاع الكمبيوتر وهو زي الريديولوجيز بالضبط في الحالة دي وقرار بتاع الريديولوجيز بقى اللي هو بيبص على الصورة كلها يحدد الاماكن اللي هي ساسبيشيوس لو تطابق مع بعض يبقى بيدي فعلا ريينفورسمنت للقرار بتاع ان يتاخد ان الحالة دي ممكن تكون ساسبيشيوس او الحالة دي ممكن تكون ماليجننت في عندنا بقى تشالنجز جديدة طلعنا بالنسبة للكمبيوتر ادي دياجنوسيز زي مثلا بتكلم على التوموسانثيس او البراث سي تي لان يعني كثير من الاماكن اللي هي ايكس راي عموما بيبقى رايح ناحت ناحت 3D يعني بدلا ما كنت بعمل ماموغر في عبارة عن بلين اكس راي لا دلوقتي انا بفضل انا اعمل 3D علشان نشوف البيكسل تاعتي كل بيكسل على حدا يعني مشكلة بتاعت ان كل حاجة بتبقى سوبر امبوز على بعض في البيكسل امينجيز زي الاكس راي بتخليلي الديتكشن بتاع حاجة ساطل او حاجة صغيرة فيها تغيير قليل يعني بتبقى اصعب كتير جدا فلما بعملها 3D بقدر اشوف الكل الفوليوم بشكل دقيق جدا ما بيتأصريش كل بيكسل بالبيكسل زي حواليها فطبعا بتبقى مهم جدا ان انا او فرسيتي ان انا قدر اشخص 3D احسن بكتير جدا من انا شخص الـ 2D فالبريست Thomothenses orcc Every-BT are emerging technologies that have a large potential to improve screening and diagnosis One of the potential drawbacks of these technologies is that a large volume of images is produced per breast يعني بتكلم على ال screen mammogram بيطلع لنا صورتين لكل هجل. عندنا في الطوم leveraging can be it Ethics, we can get 100 صورة في الCP, it can get a lot of more. كمان. فنتكلم على ان احنا نحدثة بعدل ما كنا بيحتاجين الدكتور او كنا انشتكي بمعنى صح ان الدكتور بيقض يشخص صورتين لكل حالة بقى انا بتكلم على ان في ميت صورة لكل حالة فطبعا حاجة ضخمة جدا عشان الدكتور يمشي في الميت صورة دي ويقدر يبص على الميت صورة دي بشكل دقيق في منتهى الصعوبة فحنا نتكلم بقى على ان الكمبيوتر ايدي كان زمان لكشوري او زمان حاجة عشان نحسن بيها البرودكتيفتي ونخلي الاطبائي مستلاحين اكتر شوية انا في اعتقادي لما بنخش في 3D تكنولوجي. هيبقى في منتهى الصعوبة نحن نشتغل بمجرد ان بنفس الطريقة اللي كنا بنشتغل بيها قبل كدة لازم الكمبيوتر ايدي دي ايدي نوسسي يبقى فعلا بيبلاي امبرتن رول ما هياش حاجة بزيطة كدة هو الرول الاساسي هيبقى بتاع الكمبيوتر ايدي دي ايدي دي ايدي دياوزي يعني لو احنا ما عملاش كدة الحقيقة ممكن يبقى في بروبيتي ان هو يبقى كانسر ودي حاجة في المنتقى الخطورة ففي رائعي ان احنا بانتنقل 3D نبقى عارفين ان احنا الكمبيوتر ايد دياجنوسيس بتاعنا لازم فعلا يبقى حاجة اساسية في السيسم ما هواش حاجة ممكن تكون موجودة او ممكن ما تكونش موجودة لان فعلا في اللايكليود ان هو دكتور يمس حاجة في 100 صورة اكتر بكتير جدا من ان هو يمس حاجة في صورتين فطبعا يبقى يبقى فيه ضرورة ان يكون فيه الكمبيوتر ايد دياجنوسيس سيسم بالنسبة لديتاكشن وبنسبة للدياجنوسيس علشان ما يبقاش فيه اي حاجة مست فدي طبعا واحدة من الحاجات المهمة جدا ولي بتورينا اهمية الكمبيوتر ايد دياجنوسيس في الفيوتشر بتاع الدياجنوسيس الكلمة في المحاضرة دي عن تعريفات اساسية جدا من النسبة الكمبيوتر ايد دياجنوسيس و كلمة على البيلوك دياجرام بتاعها الحقيقة بننصح لناس انها تقرأ الشابتر 6 في الرمزة اللي هو المشاركة تن認ك اجراء ان تقوم بهذا الكمبيوتر ايد دياجنوسيسيس بقى ممكن ان تظهر على الحاجات الموجودة في البياتي البيبر دي واحدة من البيبرز اللي انا شارناها من الجروب بتاعنا من فترة طويلة الحقيقة ولها number of citations عالي وكمثال لكده للcomputer aid diagnostic systems وعامتا هبتدل بقى نتكلم من المحاضرة اللي جاية على التفاصيل بتاعت الimplementation نفسها سويا كانت features extraction feature selection classification وبعد كده نتكلم بقى على ال reproducibility بتاعت الايه بتاعت ال computer aid diagnostic systems عشان نقدر نميك شور ان السيسم بتاعنا ده شغال بشكل reproducible زي ما كنا قلنا قبل كده reproducibility دي حاجة في غاية الاهمية لان احنا قلنا لو كان السيسم بتاعنا ما هوش reproducible يبقى معنا كده عمرنا ما نقدر نطلع منه performance كويس فهربتدل نتكلم على ايه شرزي كلها بتفاصيل في الاربع محاضرات الجاية ان شاء الله